اشتركوا في القناة والحقيقة بعد ما حضرت النادوة دي فكرت ان كل الاوهام التي تحجب العقل المصري هي تحجب العقل العربي وبالتالي انا ربما يكون عنوان النادوة الاصح الاوهام التي تحجب العقل العربي مصري نموذجا يعني احنا هناخد مصر لان مصر انا اعرفها اكتر من البلاد التانية انما الحقيقة ان معظم لما هنسمع مع بعض ايه هي الاوهام دي هتلاقي ان معظم هذه الاوهام مش بس في العقل المصري في العقل العربي ايضا يعني لما نشوف الاوهام اللي انا باعتبارها اوهام بتحجب العقل المصري عن ان احنا نرى الحقيقة هتكتشف ان هذه الاوهام بالضبط موجودة في العقل العربي يعني وبالتالي هذه النادوة مش موجهة للمصريين بس هي موجهة للمصريين ولكل الاشقاء اللي موجودين في ال22 دولة عربية طيب نبدأ بسؤال اكيد كل الناس سألته لماذا نتخلف وتقدم العالم يعني اكيد حضرتك او حضرتك سفرت برا او تعلمت برا او اتفرجت على فيلم او اتفرجت على الاقبار العالمية او اي احاوه قلت على الناس بتتقدم واحنا متخلفين طيب ايه ليه احنا متخلفين طبعا قبل ما نقول ليه احنا متخلفين لازم نعرف التخلف او نعرف التقدم اللي هو عكس التخلف التقدم ما هواش الصروة ما هواش ان بلد تكون عندها بترول ولا غاز طبيعي فايبا عندها معدل دخلي علي جدا ده ما اعملش تقدم وما هواش ان انت تستأجر ناس من من اجانب يعملولك شوارع وعمارات ومحطات وفضائية وبتاع ده ما اعملش تقدم التقدم ليه معيارين اول له معياران اول معيار هو حالة الانسان يعني الانسان المواطن اللي اتعاملت الدولة عشانه هل هو بيتمتع بحقوقه هل هو بيتمتع بفرص متكافأة في التعليم والعمل هل هو عنده كرامة هل يقدر هل يقدر ينتقد حاكم البلد اللي هو فيها من غير ما يتحبس ومن غير ما يتعذب ومن غير ما يتكهرب دي اول معيار للتقدم التاني معيار للتقدم هو مشاركتك في الابداع الانساني يعني ايه العالم محتاجك يعني هل انت طلعت علماء كبار اوي هل انت عملت انجاز حضاري وانجاز ابداعي عملت صناعات الناس كلها تشتريها منك عندك اسات زي بحث علمي كبار جدا الناس كلها بتتعلم منهم للأسف ده مش مقبود تقريبا في العالم العربي ورغم ان عندنا اسماء في الخارج كبيرة جدا جدا والعالم كله بيحترمها ومنها ناس خدت جايزة نوبل وكده انما يبدو العمر وكأنه علشان الانسان العربي او المصري يتعلق لازم يطلع برا المنظومة اللي موجودة في بلده يعني لازم من اول كرة القدم محمد صلاح لغاية احمد زويل لغاية مئات العلماء المصريين اللي هم لقوا فرصتهم برا في الخارج في الغرب وكانوا في مصر مش حيلقوا فرصتهم طيب ممكن نقول التخلف قولنا قبل كده قولنا التخلف ده ممكن تحطه لنا في كلمة ايه هو سبب التخلف الديكتاتورية انا قلت ده وكتبته ودي وجهة نظري وعقدتي ان الديكتاتورية تؤدي الى كوارث حتى ولو عملت انجازات في البداية ده درس التاريخ طيب هم لقيه المشكلة بقى المشكلة ان فكرة ان الديكتاتورية هي سبب التخلف مش موجودة عند العرب مش موجودة عند الناس كلها ولا في مصر ولا في العالم العرب يعني في ناس وقطاع ليس بالقليل ما عندوش مشكلة مع الديكتاتور وعلينا ان احنا نسأل نفسنا هل انت رافض الديكتاتور من حيث المبدأ يعني اول ما يجي واحد يبقى الديكتاتور ترفضه ولا انت هترفض الديكتاتور لما يحبس ولادك انت طول ما بيحبس ولاد الجلال مش مشكلة لما يغلي عليك الحياة انت بقيت الناس مش مشكلة طرى ما انت عايش كويس خلاص للأسف ان الاجابة هي الاجابة التانية ان في قطاع عريض من الناس ما عندوش مشكلة مع الديكتاتور من ناحية المبدأ هو عندو مشكلة مع الديكتاتور اذا ساءت نتائجه اذا نتائجه بقت سيئة يبقى يزعل منه يعني انا ماشي كويس طبعا في امثلة كتير جدا انا ماشي كويس جدا الديكتاتور بيحبس الناس بيلفق لهم عضايا عندو ستين الف واحد في المعتقل زي السيسي كل ده الناس مش انما غلى الحاجات ازعل منه غلى الكهرباء كده انا اتقصرت طالما ما اتقصرتش مش مشكلة ما عنديش مشكلة مع ده اللي خلينا اقول لما نقارن الرأي العام في مصر ناحية الدكتاتورية والرأي العام في الدول الاوروبية ناحية الدكتاتورية نكتشف ان احنا عندنا اوهام تحجب العقل اللي هو عنوان المحاضرة ليه الدكتاتورية في اوروبا جربوها جربوا في ايطاليا النظام الفاشي بنيتو بوسوليني وجربوا المانيا الناسية هاتلر ودولف هاتلر وانتهت بالكوارث خلاص اتعلموا بقى اتعلموا ان الدكتاتور بيعمل كارسة احنا ما بنتعلمس يعني احنا عندنا بنعيد ونزيد نفس الموضوع ونفس الزعيم الملهم ونفس نعمله اغاني ونعمله بتاعه نقول ده موعد معقدر وهو جالنا وانتشالنا ومش عارف ايه وبعدين ايه تحصل كارسة المفروض نتعلم بقى لا يجي دكتاتور تاني نفضل برضو نهيس ونهيس ونهيلل ونكتب له اغاني ونرقص قدام اللاجنة وبعدين يحصل كارسة فوضع ان عندنا مشكلة احنا ان احنا مش شايفين الحقيقة ليه مش شايفين الحقيقة لان عندنا اوهام هذه الاوهام تحجب الحقيقة طيب ايه هي الاوهام طبعا الاوهام للأسف اللي بتحجب العقل عندنا كتيرة يعني يمكن هتحتاج اكتر من محاضرة بس احنا هنبتدي النهاردة باوهام مجموعة اوهام هذه الاوهام بتحجب العقل الناس ما بتفكرش صح نتيجة اول وهم هو التقديس هنا هنتكلم في اللغة شوية في احترام احترام نستحترام بقضير وفيه تمجيد تمجيد يعني انت عملت حاجة عظيمة فانا بمجدك وفيه تقديس التقديس ده بقى انا بحطك فوق فوقي انا وفوق المحاسبة وفوق اي منطق بقدسك احنا العقل عندنا عنده شيء وهم كده اسمه التقديس فنحن نقدس ما لا يجد تقديسه ازاي حد امثلا احنا عندنا شرطة وجيش وقضاء دي مؤسسات يفترض انها تابعة للدولة الجيش والشرطة المفروض ان احنا مش بس نحترامهم نمجدهم نمجدهم ازاي فيه منهم ناس بيستشهدوا بيدفوا عننا وبيستشهدوا يبقى كده دول في حالة التمجيد احنا لا بنحطهم في التقديس يعني ايه يعني لا يجوز انك تتكلم عليهم طب ازاي طب الشرطة دي قتلت متظاهرين قتلت متظاهرين قتلت مئات المتظاهرين اثناء الثورة واللي طلع كده لجنة بتاعت المستشار عادل اورا اللي هي اول لجنة تقاصي حقاقت عملت وطلعت ان اللي اتقاتل القرناصة دول كانوا كلهم الشرطة وطلعت كل الحقاق لا يجوز انك تتكلم لو اتكلمت يبقى انت ضد شرطة بلدك ليه دول بيموتوا عشانك يعني احنا وصلنا لحالة التقديس يعني الشرطة تعذب تضرب تعمل تنفخ تعمل تقتل تضرب قرناصة تقتل الناس مش من حقنا كمواطنين بيتقتلوا ان احنا نقول ان لازم نحاسب اللي قتلوا المتظاهرين الجيش نفس الموضوع الجيش في مثلا مسبحة مسبيرو هناك افراد من الجيش قتلوا مشوا بالمدرعات على المسيحيين مشوا قتلوهم ده فيديوهات بدل الفيديو مية وشهادات وناس محمد محمود سواء كانت الشرطة او الجيش الشباب بتاع محمد محمود يتقتل وترامى الفيديو موجود اترامى الجسس في الزبالة في القمامة وانت مش من حقك تقول ان ده حصل ليه لان احنا بنتعامل بنتعامل مع المؤسسات دي بتقديس مش باحترام وتمجيد نفس الموضوع بالنسبة للقضاء القضاء في مصر غير مستقل ده معروف دي حاجة يعني لان معايير استقلال القضاء انه يبقى بعيد عن السلطة التنفيذية فلما يكون وزير العادل ورئيس الجمهورية خصوصا بعد التعديلات الاخيرة هو اللي بيعين رؤساء الهيئات القضاءية وهما بيقسموا امامه وهو اللي بيستبعدهم وهو اللي بيجيبهم من القضاء غير مستقل لما انت تقول كده يعملوا لك قضية اسمها اهانة القضاء او اهانة مؤسسات الدولة ليه؟ لان مؤسسات الدولة التلاتة دول مقدسين مش محل تمجيد محل تقديس انا اتعملتلي قضايا نتيجة لرواية الاخيرة اللي هي جمهورية كأن اهانة مؤسسات الدولة يعني انت مؤسسات الدولة دي انت انا ما اهانتش حد انا قلت ان فيه ناس اتقتلت وجبت شهادات وده اللي حصل فعلا وبالتالي انت عندك مشكلة ليه بقى لان طالما عندك تقديس لهذه المؤسسات اولا لن يحسب احد حضرتك اهنا اتهزمنا كمصريين وعرب سنة سبعة وستين هزيمة منقرة لم تحدث من قبل ساعتين كنت اتضمرت واتخدت ايه بقى غزة والضافة والغربية وقص الشرقية وجلان وسينة ها؟ هل اتعمل تحقيق يعرف مين المسؤول عن هذه الهزيمة؟ ما تعملش ليه لانك تقدس الجيش تقدسه مش تمجده ولا تحترم مذكرات الفريق ساعد الدين الشازلي انا رسداد راجل زابط اشارة صغير اخر معلوماته العسكرية كانت من اربعين سنة وبقى رئيس الدولة وعايز يطور الهجوم في حرب تنتة وسبعين الشازلي قال له لا ما تطورش الهجوم لانه يحصل صغرة فعله لا هطور الهجوم فمشى كلامه على واحد من اهم العسكريين اللي في العالم ساعد الدين الشازلي تمام؟ فهناتها جيت صغرة وتحاصر الجيش الثالث وتطررنا لاتفاقية فصل القوات ده لو في اي بلد ديمقراطية لازم يتحاسب لازم تتحاسب انت خدت قرار في موضوعات العسكرية ما تفهمش فيها واللي بيفهم فيها قال لك حذرك وانت ما سمعتش الكلام انما احنا ما عندناش حد بيتحاسب في التلات مؤسسات دي لا ليه ليه بقى لان الدكتاتور بيستعمل التلات مؤسسات دي علشان يستقر في السلطة وبالتالي هو من مصلحته ان هي المؤسسات دي تبقى محل تقديس فاحنا عندنا مشكلة في عقلنا ان احنا نقدس ما لاجب ما لاجب ان يقدس طبعا تقديس السيد الرئيس احنا اتكلمنا عنه في الندوة الاخيرة الناس كلها في الدول المتقدمة بتعتبر الرئيس ده رئيس الجمهورية ده زي مثلا رئيس مثلا مصلحة الضرائب يعني راجل موظف عام بحاسبه بقوله انت عملت كذا ما عملتش كذا فيه فيديو لطيف ارجو انت تفرجوا عليه بين ماكرون اللي هو رئيس الجمهورية الفرنسوية ومجموعة مزارعين المزارعين دول كان ماكرون منع سماد معين نتيجة لانه السماد ده بيأزي الصحة والسماد ده المزارعين متمسكين بيه الراجل زعق في ماكرون زعق في رئيس الجمهورية قال له ماكرون بيقوله انت سفرته وهتفته ضدي قال له لا انا في ضهري قال له لا انا بات في ضدك في وشك وانا مش عجبني انت مش عجبني اللي انت بتقوله قال له انت ازاي تكلمني كذا قال له احنا في بلدنا نصام شنو احنا في بلدنا فاهم بيقول للرئيس الجمهورية احنا في بلدنا بلدنا يعني ايه يعني انت بشتغل عندنا احنا ما عندناش كده خالص احنا عندنا الرئيس ده بيتعمله تقديس غير عادي وناس تطلع في التلفزيون تطبل وتقول ده من حظينا انه جاء وفي واحدة جاءت طلعت قالت انها خايفة من الرئيس انه هو بان ينتقده لاحسن يزعل ويسيب الحكم ويروح يحكم بلد تانية قالت ان فيه بلاد اوروبية يعني ايه نفسها ان هو يجي حكومها طبعا قصة مدهشة يعني البلاد الاوروبية مستنية السيسية حكومها يعني ده كلام وبعدين هيروح يحكم مين هيروح المانيا مثلا شوف انت في تلفزيون كموها هتطلع الرئيس الجمهورية ما بينامش ده بينام ساعتين حرم عليكم همش فاهم ايه علاقة النوم باداء الرئيس يعني انا من مصلحتي ان الرئيس ينام كويس لما ينام ثمان ساعات يا صحفي كويس يا شبا هو ياخد قرارات مظبوطة انما حينام ساعتين هتبع عصبه متوترة وشارس ممكن اخو قراراتي ضيعنا هم انما فكرة ايه فكرة تقديس الرئيس الرئيس ده حاجة نتج عنها ايه بتهصل حاجات غريبة كنت وزير المالية المصري طلع في تلفزيون مع موزيع اشتهر بانه طبال بيطبل على طول السيسي فالموزيع بيقوله انا لما قاريت الارقام لقيت ان داخل خلي بالكو احدكم داخل الدولة المصرية يا دوبك يا قدي الديون وخدمة الديون اعصات الديون وخدمته قال له اها بالزبط قال له يعني اللي حنكسبه حندفعه في الديون قال له اها قال له طب وايه الحل ده الراجل اللي هو الطبال اللي بقوله كده يعني ما هواش زعيم ولا حاجة بس هيه وقى موضوع غريب قال له طب وايه الحل قال له الحل بسيط حنستلف تاني ده لو حصل في اي حتة في العالم لازم الناس تقول الله ازاي تستلف تاني تستلف تاني ازاي طبال السلف دي اعنا اللي هندفعها مش هو اللي هدفعها بالمناسبة اعنا اللي هندفعها انت وولادك وعفادك هدفعوها وبعدين لازم الناس تقول طب لما يكون المستشفيات حالتها تعيسة جدا المريض بيخش المستشفيات بيشتري وقولولو اشتري القطن واشتري حواء بلاستك يعني في الحديد التعليم في الحديد كله في الحديد اقوم انا اروح اعمل قصر رئاسي في العالمين وقصر رئاسي في العاصمة الجديدة يعني دي ابسط حاجة محدش يقول ان فيه اولويات وخصوصا ان الفلوس دي انت بتستدنها طب ما تبدأ فيه الاف القرى في مصر حتى الامن غير صرف صحي طب ما تخلي الناس تعيش حياة بني ادمين الاول قبل ما نعمل اكبر مسجد واكبر كنيسة في افريقيا وهذا الكلام ما حدش بيقول كده ليه انا مش بتكلم على انه الناس تكتب وكده لان الناس خايف ماشي انما انت بتكلم الناس العادية الناس العادية عندها حالة من تقديس الرئيس وكانوا دول بيقدسوا برضو مبارك وبيقدسوا السادات هو بيقدسوا اي رئيس لدرجة ان هم بيفكرش عشان كده زي ما بقول لحضراتكم التقديس هو حجاب هو وهم بيحجب العقل ده اول حاجة التقديس طبعا فيه تقديس رجال الدين ده هنقوله بالتفصيل يعني طيب تاني وهم عندنا ان فصل الدين عن الدولة معناه ان انت ضد الدين ان احنا عداء الدين دواب طبعا كلنا فاكرين الراجل احد الداعياء اسلامي طلع مشهور هو يعني بيقول الناس الغلاب بقاعدين مش فاهمين اي حاجة وهو ده الرئيس بتاعهم بقا بديم سنقضة الجمعة بقول لهم انتو عارفين الليبرالية يعني ايه يعني اممك تال على الحجاب طبعا ده تعريف الليبرالية مش موجود في الهلوم السياسي الخلص يعني ولا في اممك ولا في حجاب ولا الكلام ده طبعا من عنديات وبالتالي فانت عندك وهم شائع انك لما تقول الله عايزين نفصل مع اي حدي كده عادي وقول الله لازم نفصل الدين عن الدولة حاجة بصراحة حيقول لك استغفر للعصير تفصل الدين عن دولة يعني انت عايزة علمانية ولا فهم طبعا علمانية يعني يعني كان فيه مشايخ سلفين يقول لك هم العلمانين دول بيلفوا شوف بقل الزكاة هم بيلفوا ويدوروا ليه عشان عايزين كنس جماعي يعني كل الدوشة دي اللي احنا عملين نكتب ونعمل ونعمل ندوات وعض الله يصور نهو كل ده نحن عايزين جنس جماعي حاجة يعني ينفع كلام ده طبعا اللي عايز جنس جماعي مش يوجع قلبه بيروح يعمل جنس جماعي وبعدين انت دماغك مفعش غير العكاة دي يعني يعني دماغك مفعش يتنم عايلا صغيرة وتقول اولا تمام مبتل يبقى جنس جماعي ففي اوهام فصل الدين عن الدولة شرط للتقدم ولازم هنا نقول حاجتين ايه هي الدولة ويعني فصل الدين عن الدولة الدولة خلي بقى حضرتك فيه تعريف كتيرة انا نقيت عبسط واحد واكسر ومنطقية الدولة كائن معناوي كائن معناوي زي الاسرة كده دولة كائن معناوي واخبارك بيدم ايه بقى بيدم الارض الارض والشعب والنظام النظام اللي هو الحكوم دي نقطة مهمة جدا لان الناس بتلخمت بين الدولة والنظام السيسي بيقول دايما الدولة المصرية كتها مطوع كده قال كده كتير يعني كده وانا روح تجاي لحقتها كده الحقيقة اللي كان هيوقع مش الدولة اللي كان هيوقع النظام مبارك اللي كان هيوقع وهو ملحقوش كده هو اتفق مع الاخوان المسلمين الاول علشان يلحق النظام اللي هو بيسمي الدولة ومرة واحد قال له النظام زقل جدا قال لا هنفيش حاجة اسمها النظام فيه الدولة لا يا فندي النظام مكون من مكونات الدولة الدولة هتدوم الشعب والارض طيب لما نقول نفس للدين عن الدولة مش معناها نفس للدين عن المجتمع فيه فرق يعني نفس للدين عن الدولة يعني كل مؤسسات الدولة تبقى محايدة بخصوص الأديان يبقى حضرتك مسلم يهودي بهائي ملحد أي حاجة أنت مواطن لك حقوق المواطن أمام الدولة لازم تؤديها لك تفصل الدين عن المجتمع يعني أنت بتحارب الدين يعني اتدائع الجوامع والدائع الكنايس محدش بيطالب أنت تفصل الدين عن المجتمع إنما فصل الدين عن الدولة شرط أساسي لتقدم أي مجتمع وإنما كنتش هتفصل الدين عن الدولة هتوع في الحكم الديني واللي عايز يعرف من حضرتكو مأساة الحكم الديني أنا عندي محاضرة اسمها لماذا نرفض الحكم الديني هتلاقي على الموقع ممكن طريقا وبالتالي الدولة زي المصنع مفيش مصنع مسلم في مصنع مسلم في مستشفى مسلم يعني في محطة بنزين مسلمة كل دي مؤسسات بتؤدي خدمات محددة ملهاش دعو بالدين الدولة المفروض تبا كده طب هي يعني هل المفهوم ده جديد على مصر لا مش جديد على مصر طبعا احنا ما بنرأ يعني للأسف ما بنقراش التاريخ وبنتعلم التاريخ عن طريق المسلسلات للأسف ها ثورة 19 انجازها كبير جدا هي انها قدمت لأول مرة مفهوم الدولة المدنية ان الناس كلها قدام الدولة حاجة واحدة بغض النظر انت مسيحي ابتي مسلم اي حاجة انت حاجة واحدة وبالتالي اه اه ترجعوا لدستور 23 اللي هو تعامل بعد ثورة 19 وتشوف المناقشات رغم ان اللجنة اللي عملت دستور 23 كانت لجنة غير منتخمة والملك فؤاد عملها بالاختيار علشان لو انتخبت كان الوفد حيسيطر عليها وللوفد سيطر عليها كان حيديع من صلاحيات الملك انما رغم كده اللجنة كانت فيها عقول محترمة جدا فكان فيه مناشة بصوا عشان تشوفوا مصر الكلام ده سنة 22 يا جماعة 1922 كان بتقول انه لازم نكتب في الدستور حرية العقيدة مكفولة فناس اعتردت قالت العقيدة لفظ له بعد دين وقد يكون بين المصريين من هو لا ينتمي الى اي دين ملحد ولكن مواطن من حقه ياخد حقه كمير فتغير النص من حرية العقيدة مكفولة الى حرية الاعتقاد مكفولة شوف الجمال حرية الاعتقاد دي تجمع العقيدة وغير العقيدة الكلام ده سنة 22 لما جي الملك فاروق يتم تنصيبه رفض الوفد من تنصب في اللازر قال لا ما تنصب في اللازر هتعمل لين خليفة لا ده ييجي قدام البرلمان لان البرلمان هو ممثلين الشعب وكسب الوفد المعركة والملك فاروق فعلا اقسم القسم امام البرلمان الفكرة ان الدولة المدنية دي كانت موجودة في مصر كان مفهومة واضح طب ام اي اللي حصل اللي حصل طبعا انه اتصرفت ملايين الجناهات الدولارات علشان تسويق الفكر الوهابي وبنعرف دلوقتي اللي مش مصدق الكلام ده يرجع لحديث الملك من سن المان في نيورك تاويمز اللي قال احنا صرفنا مليارات تبروموت وهابزم علشان نعمل تسويق للوهابية علشان ضد الاتحاد السوفيتي الراجل اللي قال كده مش احنا وبالتالي عندك مصرين كتير ورحوا اشتغلوا في السعودية ورجعوا دماغهم وهابية تماما فبقيت انت عندك الدولة المدنية دي توصل لدرجة ان واحد بيقول في خطبة جمعة الليبرالية يعني ايه يعني ومك تالع الحجاب يعني الراجل بيقول كده ان كل المفكرين بتوع الليبرالية دي اللي هم بقالهم قرون والاجتهدات وفولتار وجون جاكروس وكل الكبار المفكرين دول كان غرضهم في الآخر ان الحجة والدتك تالع الحجاب يعني شوف يعني الحقيقة منتهى الزكاة بزراحة يعني فكر مستنير عظيم طيب الوهم التالت الوهم التالت احنا قلنا الوهم الاولاني التقديس الوهم التاني ان فصل الدين عن الدولة يبقى ضد الدين هو مش ضد الدين ولا حاجة وضد ان الدولة تتعامل بالدين انما عايز تبقى مسلم عايز تبقى مسيحي عايز تبقى يودي جوه المجتمع نحن لا نفصل ولا نطالب بفصل الدين عن المجتمع نطالب بفصل الدين عن الدولة وزي ما قلتلكم ده دستور 23 عمل وكانت قضية الوافد المصري الوافد المصري كان يجي في دايرة كلها مسلمين ورشح واحد ابتي في الصعيد فالابتي بتاع الوافد ينجح ويجي في دايرة كلها مسيحية ورشح واحد مسلم فمرشح الوافد لازم ينجح كلام ليه بقى لانه كان فيه مشروع الدولة المدنية اللي هي مش عشان اي حد يقل على الحجاب اللي عايز يلبس الحجاب والدته والدة اي حد مراته بتلبس الحجاب تقل على الحجاب يا حرة احنا بنتكلم على ان الدولة ميبقالهاش دين الدولة مش المفروض بلدي نيجي بقى لموضوع حساس شوية اللي هو نمتكلم صراحة واذا كان فيه صدمة من الكلام ده يبقى يبقى كتر خيركم يستحسن عشان الصدمة تخلينا مفاكر الوهم التالت هو انه التراث الديني هو دين دي نقطة مهمة جدا التراث يعني ما جاء الينا من الاسلاف يعني اللي احنا وصلنا ده مش هو دين ده اجتهاد الاسلاف في فهم الدين خلي بالك من فرق التراث الديني ده مش هو دين احنا بنعتبر ان التراث الديني هو دين ف طبعا انت اول ما تتخش في الكلام ده هيطلع لك ناس ده هما السلافين والبطوع الاسلام السياسي يقولك انت بتتكلف الدين ليه انت درست شريعة ينفع تبقى مهندس وتعمل عملية زيد دودية طبعا كلام الحقيقة خيب جدا يا حبيبي انا الدين ده بيتطبع علي انا وربنا اداني عقل فانا بفكر بعقلي مش حالغي عقلي عشان امش ورا حضرتك لان الدين ده طبعوا على نفسك انا دين ده بتطبع علي انا من حق افكر والدين لما نزل ما كانش فيه رجال دين الدين اول لما اولا الاحاديث مش هنخش في التفاصيل الاحاديث دي لابد من مراجعتها من ناحية العاقل ما ينفعش ان انت تقول لي والله ده اعلم اهل الارض في الحديث طيب ماشي اهلا واسع بيقولوا كده على بعض المشايف ده اعلم ما عرفش هم ما عمل المساب يعني ازاي وعاد قول عليه اعلم اهل الارض تقول لأهل الارض يعني كلام يعني حاجة زي امك تقلع الحجاب تمام طيب اعلم اهل الارض في الحديث كتر خير بيقولك الحديث صحيح على اساس ايه على اساس نسب الحديث يعني فلان رواه ورواه فلان ورواه فلان وهو حديث حسن يبقى صحيح طبعا ده كلام لازم يتغير لازم نشوف الحديث ده منطقي ولا مش منطقي لان احنا وقعنا في جنة حديث لو تفتكروا الرضاع الكبير مش جنة الرضاع الكبير سبع رضاعات مش بيعات خلي بالك مش رضاعات كده في السريع لا مش بيعات خلي بالك يعني الحل ان حضرتك واحدة ست قادة بتشتغل مهندسة في مكتب فيها مهندس تاني وان هم حيختلوا بعض كده المشروع ما بيشتغلوش بقى فيه رجل وست قاعدين قافلين عليهم ايه بقى الحل تبقى للحديث ده ان الست دي ترجع الرجل ده سبع رضاعات مش بيعات وهو كبير كده وهو كبير لازم يجبع انت اخل بالك طبقا جماعة الكلام ده مش احنا ربنا دان عقل هل يمكن معقولة ان سيدنا رسول الله اللي هو لما القرآن نزل نزل اول حاجة اقرأ وكل قرآن فلا يعقلون يعني فكرة العقل في الاسلام الحقيقي بقى مش التراس الديني فكرة متقدمة جدا هل معهم سبع رضاعات مش بحت يمفع هل تقبل انت اي حد يعني طبعا في ناس هل تنبسط ما ترضع سبع رضاعات مش بعيد انما عيب وفي بول الحمير ولا بول الحصان ولا في حكات عجيبة ازاي انت ازاي راجل في ناس طلعت مشايخ محترمة تقول اه الحديث دا صحيح لانه هو مش بيفكر في الحديث بيشوف نسبه بيشوف الحديث دا منسوب صح ولا لا الراجل دا اه كذا كان حديث حسن طبعا دا الاحاديث لازم تخضع للعقد دي نمر واحد نمر ادين القرآن اللازي طبعا نجله جميعا ومحدش يكفر حد القرآن في طرقتين لفهم في طريقة اسباب النزول يعني انت عندك الاية قبل ما تفهم معنى الاية تعرف اسباب النزول طبعا وفي طريقة تانية اللي بيقول بها للأسف معظم العلماء السلافين والكلام دا اللي هي عموم يعني النص عام يعني انت تفهموا كده زي ما ما تقوليش بقى اسباب النزول ولا مش عد فكرة ان النص عام في القرآن توقعك في تناقط وتخلي القرآن حمال اوجه ليه بقى لان انا اقول لك ايه ايه موقفنا من اللقباط من المسيحيين لو انت تجدنا اقرب انا مش حقول نص الاية بالزبط انما ايات بتقول ان اللقباط دول اقرب نسلين لو انت زعلان من اللقباط هتقول ايه ولا انت ارضع عنك اليهود والنص راح تتبع بالله لانك انت قريت الايات بدون اسباب النزول فبقت احكام عامة الاحكام العامة ضد بعض واخبرك فدي دي حاجة مهمة جدا يعني دي التراث الديني اللي عندنا ان احنا نفهم وخلاص ما نفهمش اي حاجة ناخد الحاجة زي ما هي بينما احنا لازم نفهم اسباب النزول ايه عشان لما نفهم اسباب النزول ان دي نزلت في كذا ودي نزلت في كذا نقدر نطلع حكم عامة نقدر حكم عامة وطبعها على الحياة يوميا تمام احنا ماشيين على اربع فقاء كبار دول اللي نتجوز بهم ونورس عن طريق كلامهم ولما نموت بنموت يعني كل حاجة الفاقي ده بقاله الف سنة الف سنة بمنتهى الصراحة لم يعد صالحا دلوقتي ماينفعش الطبع دي ماينفع قبل ما تشتم طبعا هتلاقي الناس تشتم وده انتم مسونيين وعملاء المسون الاعظم وكلام احنا عاملة عملاء مسون اعظم ونحاول نفكر خلاص بالاضافة انت مش عارف يعني ايه مسون اعظم اصلا ايه هو المسون الاعظم في الاس صحيح واخ بارك حضرتك الفقه ده ماينفعش ليه ماينفعش اديك امسل الفقه ده بيقول مثلا انا بتكلمك على الرأي الغالب كل اللي حقوله دي اراء غالبة في الفقه بيقولك انه الحاكم المسلم يولى بطريقتين البيعة الناس تروح تبايعهم او السيف وعندهم حاجة اسمها وجوب اكتب كده قبل ما تزعق وتعمل هصا اكتب كده ودور عليها في جوجل خلاص وجوب طاعت الحاكم المتغلب يعني من تغلب بالسيف واجب تطاعته خلي بالك الاخوة المسلمين عارفين الكلام ده بس طبعا ايه ما بيطلعوش لانه كده هم عايزين السلطة ما انت بقى المفروض لو ماشي عن فقه تطيع السيسي لانه حاكم متغلب انت واخد بالك الفقهاء معظمهم بيقولك كده وجوب طاعت الحاكم المتغلب مش بس تطيعه شارعت للبلطجة سياسية بقى الفقه بيقولك والله اي واحد يعمل انقلاب وينفخ الناس دي كلها ويقتل ويعمل يبقى هو ده الامام بتاع الفقه بتاعك بقول كده ده انا بديك مسأل واحد بقولك الفقه ده لا يصلح وكل الكلام ده معروف والمشايخ اللي بيطلعوا يقولوا اي كلام او هم بيغطوا الحقيقة ناس للأسف مش كويسين تمام الفقه بقى اللي هو بقولك ايه طب بيه الشريعة طب الشريعة تطبع عن طريق الفقه الفقه ده ما ينفعش دي نمرة واحد شرع للبلطجة السياسية اي حد يعمل القلب بما هو كان تمام نمرة اتنين لا يقتل خلي بالك النبي عشان بس محدش بيقر اي حاجة وبعدين الناس بتعمل دوش الفقه بيقول ايه معظم الفقه لا يقتل المسلم بكافر خلي بالك في مسلم وفي غير المسلم غير المسلم عند الفقه كلهم كافر واللي عندهم مبدأ كده اقولك ايه الكفر ملة واحدة يعني انت بقى بهاقي انت ازيدي انت ابتي انت ملة واحدة في الفقه طبعا في درجات ان دول اهل الكتاب ودول مش اهل الكتاب انما في الاحكام الفقهية طب بيقولك بقى بيقولك لا يقتل المسلم بكافر يعني واحد مسلم اتل واحد مسيحي ما ياخدش اعدام عايز تهديله معبد ما انما ليه بقى لانه لا يستوي كده ده في التفسير بتاع الفقهاء لا تستوي روح الكافر بمسلم ما ينفعش ده انت ايه وهو ايه في واحد حاجة اعجب بقى لا تقبل شهادة الكافر على مصلم يعني انت كراجل قاضي بتنفذ الشريعة بتنفذ الفقه الاسلامي انت دخلت دلوقتي واحد مسيحي ضربته او قتلته فجي واحد مسيحي تاني حيشهد لا باشا المسيحي ما يشهدش على المصلم لا تقبل شهادته القياد بيقولك يقولك اذا كان المسلم الفاصق لا تقبل شهاده اذا كان واحد ما بيصليش او الجنان قاله خلي بالك ده كل يوم بيذكر وجاي برقصات ما ايه القاضي يهدر شهاده فما بالك 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 كافر يعني يعني طب دولة ايه اللي عايز تعملها بس انا عايز افهم يعني انا خمستاشر مليون ابتي دول انتهوا انتهوا لو انت عطبق الفقه ده انتهوا فهذا الفقه لا يصلح قولا واحدا الشريعة موجودة تطلع فقه جديد بقى انما الفقه ده ما ينفع شي طبعا محدش بيقول الكلام ده وطبعا هتشوف التعليقات على المحاضرة دي هتلاقي تسعين في المن همية الشتائم ان احد يقول كلام لا يا كزا بتوع السيس يقولك يا خاونا الوطن تحيا مصر والتانيين يقولك والله يا عداء الاسلام والله ابدا وان اردتم ولن نور الله لن يطفيها يا عم احنا عايزين لا نطفي نور الاسلام ولا عايزين اي حاجة احنا عايزين فكر يعني بدل ما تعمل فكر فكر شوية فالتراس الديني ليس هو الدين طبعا من ضمن التراس الديني اللي هو ظهر لنا مع الاسلام السياسي والاسلام الوهابي هو فكرة انه الاسلام دين ودولة الاسلام ليس دين ودولة ولم يقدم نظاما للدولة اصلا والموضوع كان امبراطورية وانه قتل ودم ويرجع للمحاضرة بتاعتي بتاعة الاسلام السياسي عشان انا للأسف الاوهام كتيرة وبالتالي انا هكتفي النهاردة بهذه الاوهام اللي انا هعيدها من اوله جديد اللي هو التقديس انك بنقدس اي حد فكرة انه الدين ان فصل الدين عن الدولة كفر وكلام الخزعبلات اللي قالوا ده والتراس الديني والدين ان الدين ليس هو تراس الدولة عندنا بعد كده حاجات تانية عندنا عندنا بعد كده انك تلغي عقلك وتتبع رجال الدين وجبت انا رجال الدين دول اللي بشغلتهم بالزبط وعندنا فكرة المؤامرة كل دي اوهام كل دي خلينا مش شايفين اللي الناس شايفين انت مش شايف لان انت في اوهام افلى دماغك وافلى دماغ انا برضو مش يعني احترام انما قفلت دماغنا كلنا لازم نخلص منها عشان نشوف الحقيقة فدي كانت اول محاضرة في الاوهام التي تحجو بالعقل وهتتبح محاضرة القادمة ان شاء الله جزء تاني وشكرا جزيلا والديموقراطية هاي الحل اشتركوا في القناة